بس اقول لحركة حاجة بفرق من كيروش وكوبر كوبر تحس انه كان بيدافع فعلا نفاع ممل اللي هو ايه انا هدافعه بس حرفيا وعدي كرة طولية لمحمد صلاح وهو نصير حتى في اللقطات والمشاهد الهجومية المنتخب مصر مع كالوسكوش حتى لو ندرة بس لأ كان بيبقى فيه شكل خططي هجوم في كل جابعة تلاتة بيشتركوا في كرة معينة الله عليك بالزبط يعني اقصد انه برضو فكرة انه هوا مدارب دفاعي بس لأ هوا مش مدارب دلعبة احنا لنا كرات وضيعنا كرات وضيعنا كرات في نهاية افراكة لو تفتكر وفي الوقت الاضافي في اخر وقت الاضافي مروان اضافي واحدة بالدماء وكنا مرهقين جدا وكنا بنضيع فبرضو فكرة ان احنا ما بنهاجمش خالص لأ تمام مش موجود انا معك في دي اه فعلا احنا دلوقتي في جبهات بتشتغل في حاجة انما الراجل نفسه يهاجم بس هوا ما عندوش لو هاجبنا كتير لأ هو الستارة اللي عملها دي هو انت فكرك ان حمدي والنيني ما بيتقدموش ليه ممنوع انا عايزكو عشان انت حمدي يتقفلولي ورا عمر جابر يا ورا فتوح ممكن انا كلم حراك في حتة فنية بقى وانت اقول لي صحة وغلطة وانت كلملها بشكل كويس دلوقتي احنا منتخم مصر وده التأكيد اللي كلم حضرتك حبينا نهاجم هنمشوا واحدة واحدة مع الناس نهاجم احنا منهاجم ازاي؟ بنهاجم بالفرقة كلها يعني بنضغط الفرقة كلها لقدام مشاكل مدافعين مصر كلهم وبيظهروا في الاهلي والدليل كان محمد عبد المنعم والوينش مع الاهلي والزمالك لما رجوا من كاس الامر كان عندهم اخطاء كبيرة جدا ليه؟ انه كان بيتحطوا في مواقف واحد واحد الدواح او سباقات سرعة انا مشوفتاش المتشرفات ليه؟ ولا ماتشاط افريك ليه بقى؟ عشان الديفنس الطقم اللي واقف ده اولا فاتح ما بيهاجمش خالص بالزبط عمر يعني على استحاق او كان عمر الكمالعب واحد قبليه التلاتة دولار منعين اي كرة تيجي بسهولة قريبين من الشناوش وقريبين ومعهم خط الوسط قريب فانتا كده كده مش هتتحط في مواقف واحد الدواح حتى اللي بتروح يا كابتن مش خلصانة بتبقى مدغدغة حلوة الجميع اه بتجيلك مدغدغة مش راح سهلة لا 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 يعني مفيش كرة رقيت حتى الوحيدة اللي ساديوا من ايه عادة من ثلاثة اربعة كنهم وقفين على بتناج دي غلطتين غلطة ان رشين الملعب جامد جدا وانتو رشين ملعب ليه انتو كل دول اللي عيبة في اوروبا عكو بروش الملعب زمان الافاركة مش فاهمين عشان نسرع الكرة انا عايزة بطى الكرة مع دول فحتى في كذا كرة اللي عيبت زحلاء دي حاجة فكانت عادة منهم سات ربنا اللي هو كمان اتزحلة وهو بيشوت حطها في السابق هي دي الفرصة اللي انا بحس ان هي لانك الرايح سهل فمش اي حاجة بتروح فعلا انا بفيش كرة اللي بلاقي يا حمدي حاطت رجله يا نيني مضوحر يا عمر مغطي انا قطر حقيقة الجاملة دي اللي ايه عشان خلي الناس تتخيل معانا فكرة لو يلا تعالوا عايزين نهاجم تعالوا نهاجم بزا هيبقى فيه تمن هيبقى فيه تمن عشان حالك شفت التمن ده مع الاهلي شفتوا مع مدفعينك اللي انت بتحبهم وده اللي خلينا اللي خلى شكل منتخبنا حلو ليه بقى اي لعيب يا كابتن محمد انه ايوا بقى اي لعيب كلهم محميين في بعض يعني عمر جابل لو لعب هيلاقي قريب منه حمدي ونيني ومن وراه كمان المساك بالزبط المساك برافق عليك تلاتة بيغطى لكن لو انا بعدتهم عن بعض خليت عمر يروح هنا وياسر اولا مانيه كان هيستلم من ورا لنص الملعب وكان هيروح لعمر جابل بوشه مثلا بس لما كان مانيه بييجي يعمل هو فيه خمس دقايق كده خقد ياخدها من فيه ومتاع بس ايه بس ده مانيه ده مانيه ولازم يعمل كده لازم يبالي واحد دقايق لا صحيح يا معلاش ده ما تمانين ديه لا اه ايجي يعمل كده بيتلاقي حمدي فاتح بيتلاقي عمر جابل وراح معدية فطولت يروح لنينة حطت رجله هو ده الشغل بتاع الراجل فعلم في الوقت الحالي نوسط بس كس عالم بيباعش ان انا اغير طريقة لعبه في يوم وليلة مفيش مدرب كبير والعائل يقول لا 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 الناس مش عاجبها الكلام ده طب انا هاجم هشيل لا وفي نقطة مهمة كابتن محمد بعد ازنه خلوز كروعشان بس الناس مش عادة بالها هو لعب امنتات كتير لعب مطشات كتير اصحيح هو بقاله ستة شهور مع منتخم مصر وستة شهور مع اي منتخم في العالم المدرب دي فترة مش كبيرة من زي النادي النادي ستة شهور عشان انت بشوفهم كل يوم بتقعد معهم كل يوم لا لا ده في الستة شهور انت جمعت شهر في كل الليلة دي فالناس تتعامل مع كله انت ليه ما عملتش وليه ما عمش يا جماعة انا بانجز انا هقولك العاجب هو برضو لما ابتدى كان قاعد يقلب هو كان بيتفرق زينا بيشوف هو بقاله كم فترة التيمي الاساسي هو الموجود ما بيغيرش حتى تغييراته معروفة مصر محمد بيطلع مرموش بينزل شادو لو حد طلع حد من نصر الملعب بينزل مرموش او بينزل رمضان او بينزل احمد سيد زيزو فتغييراته معروفة